في اليمن تواصل قوات التحالف الذي تقوده الرياضة لسعداد لمعركة صنعاء فيما أعلنت قطر عن إرسالها ما يقرب الألف جندي للمشاركة إلى جانب قوات التحالف هناك في أول إعلان عن مشاركة قطرية في العمليات البرية التي يخوضها التحالف الذي تقوده السعودية أعلنت الدوحة أنها أرسلت نحو ألف جنديين إلى اليمن وذكرت مصادر عسكرية أن القوات القطرية في طريقها إلى اليمن وتستعد للانضمام إلى هجوم جديد على مواقع لحركة أنصار الله في العاصمة صنعاء وجاء إعلان قطر عن مشاركتها هذه بعد أيام من استهداف موقع عسكري لقوات التحالف في مأرب مما تسبب بمقتل عشرات الجنود الإماراتيين والبحرينيين والسعوديين يأتي هذا فيما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال السودان ما يقارب الستة ألف مقاتل للانضمام لقوات التحالف في اليمن وفيما تتواصل معارك والغارات في أنهاء واسعة من اليمن يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بذل الجهود للوصول إلى حل سلمي للأزمة واعتبر ولد الشيخ أحمد أن ما نشر بشأن رسالة داخلية أرسلها إلى مساعد الأمين العام للممتحدة جيري فلتمان تم تحريفه على نحو سيئ وكانت وسائل إعلام قد أوردت رسالة منسوبة إلى ولد الشيخ أحمد أكد خلالها أن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية في سلطانة عمان وصلت إلى مرحلة متقدمة وشارت الرسالة المنشورة إلى أن ممثلي حركة أنصار الله وصالح قدموا كذلك وثيقة تنص على الموافقة على حكومة ورئيس الوزراء خالد بحاح لتنفذ مهامها بصفتها حكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد على ستين يوما يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية كما وافقوا على تسليم الأسلحة التقيلة للدولة شكرا